معايا دلوقتي الدكتور خالد أمين أمين عام مساعد نقابة طباء الجيزة دكتور خالد مساء الخير مساء الخير بسعم أهلا بحضرتك دكتور خالد لو تكلمنا عن الجانب المهني في حياة الدكتورة الراحلة هبة خفاجي الجانب المهني ولا الجانب الإنساني الجانب الإنساني لو مرتبط للجانب المهني بالتأكيد اه هي كانت بريعة الحقيقة في الحالتين وكانت قدرت أنها تعمل مزيج ما بين الجانب المهني في حياتها والجانب الإنساني في حياتها وهي القدر الحمد لله أن ربنا قدر لها أنها تعمل في مهنة جانبها الإنساني أكبر بكتك جدا من جانبها الفني دكتورة هبة خفاجي يا أستاذ الأورام أو مدرس الأورام بالأصل العيني إنتشار علاج الأورام بالنسبة للعمل الفني بتاعها لكن هي برضو في نفس الوقت هي من أنشاءة جمعية من جمعية روح للأعمال الخيرية والأعمال بتاعتها المقتضاها الأصلي هو مساعدة المرضى والفقرة والمحتاجين من خلال عملها في الأصل العيني من خلال كتيبة كبيرة جدا من الأطباء وغير الأطباء اللي كانوا بيشتغلوا معها في الجمعية دكتورة هبة خفاجي كان يعني الناس ليه ليه زال الناس دعين عليها كانت بتسع بكل قوة في طول الوقت في أنها تنشر قوائم الأدوية النقصة أنها تدور على الناس اللي بنحتاج الأدوية النقصة دي وتحاول أنها توصلها لهم من خلال الجمعية بتاعتها أو من خلال دعوات بتطلقها طول الوقت كانت بتدخل في معاك حقيقة زي ما قلت حياتك بتقول من شوية من خلال العشاخات التقصية للأدوية دي كانت بتساعد طبعا في مساعدة المرضى بغسيل الكلام المرضى الأورام بالذات وطول طبعا كنا عمثين هم أكثر ناس بتبقى محتاجة للمساعدة سواء كان المساعدة الإنسانية أو المساعدة المادية أو غيره بتواهيبة خفاجة حتى أنا ما كنتش عرفها بالشكل الكبير ده قبل المسمع عمثابة وفاتها المفاجئ لكن من خلال كلامي ومحلطاتي مع الزمين اللي كانوا بشتغلوا معها الحقيقة كانت بتقعد طول الأيام بتتصل بالزملاء مش بس تتصل بيوم تقعد عليهم وحالات محتاجة للمساعدة كانت تتصل بيوم تسألهم عندكوا حد محتاج مساعدة ولا لأ عندكوا حد ممكن أننا نقدر المساعدة ولا لأ مش بس أنها بتقعد عليها فهي تستجيب لأ هي كمان بتتدور على كم حاجة من خوز بالناس عليها طبعا بعد كده الناس بدأوا هم هم يفكرون هم يكملوا السكة بتاعتها من خلال العمل تم عمل جروب اسم جروب روشيتا جروب روشيتا ده تم إنشاؤه بعد وفاتها الجروب ده بيتكلم على برضو الأدوية بنقصة نفس التراكل اللي كانتها ماشية فيه ربنا يعني يجعله في ميزان حسناتها صبق جاية على الرحة وبرضو مستشفى 25 يناير أطلقت اسم الفقيدة أو اسم المخهومة الدكتورة هيبا خفاجي على قسم العادة الخاجية بيها وإحنا كنقابة طباء الجيزة حاولنا إن احنا نعمل حاجة بسيطة جدا تكريما لإسم الرحلة تكريما لإسم الدكتورة هيبا خفاجي واعترافها بإنه هي ده النموذج الحقيقي للطبيب المصري اللي إحنا عايزين الناس تفهمه والناس تعرف في الطبيب المصري هو ده معدانه الأصلي دكتورة هيبا خفاجي إحنا كلنا بنحاول على قد ما نقدر طول الوقت إنه هنبقى للنفس النموذج ده إحنا عندنا احتفالية يوم الخميس إن شاء الله طاعة 4 مساء بعد وقت فضل الحكم في الأصلي العيني اسمها يوم الطبيب تحت مسمى يوم الدكتورة هيبا خفاجي تكريما اللي إسمها واعترافا بمثالية النموذج اللي هيا كانوا بتقدموا وإن شاء الله هتم تكريم اسم دكتورة هيبا خفاجي فيها وإستدعاء بعض من أسلطها للتكريم وإما كانش ينفع أن هم يكونوا موجودين معنا إن شاء الله هنرحل لهم نغاية أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد أمين أمين عام مساعد نقابة طباء الجيزة وزيما قال لنا دكتور خالد أمين مستشفى 25 يناير بالشرقية أعلن إطلاق اسم الدكتورة هيبا خفاجي على قسم العيادات الخارجية في هذا المستشفى